موسيقى مئة مليون نسمة لو كان نفس الناتج ده بيتصرف على خمسين مليون نسمة كان إيه لا يحصل؟ كان معدل دخل الفرد هيزيد للدعف هيفرق كتير طبعاً استسمائلين للشعب عشان تراعي أولادك كويس محتاجة تخليه في كامل؟ اتنين لو أنا كرة قلت زيادة زيادة ثلاثة هم اتنين حلو قوي أنا خلف الحكومة تربي؟ لا لا ده جاهل الحكومة أتفتح لك مدارس أتفتح لك مشاريع أن أولادك يشتغلوا فيها طب وأنت فين؟ ما هي؟ التربيع منك أنت مش من التربيع من الحكومة يعني إيه نصيب الفرد من الدخل القومي؟ أنت عندك الدخل القومي بتاعك مثلاً ألف جنيه وأنت عندك عشر أفراد يبقى أن أصيب الفرد مثلاً مئة جنيه آه نصيبه من مدخلات الدولة في المسأل بيقول كلمة تولد بتهز بلد يراك في الكلام؟ البنت دلوقتي في الزمن ده البنت بعت وزيرة، دكتورة، طيارة، كل حاجة حقيقة عرف يعني إيه انفجار سكان؟ يعني زيادة سكانية وخبالك رهيبة عدد الناس الكتير أكتر حاجة بيعاني منها البناء آدم أنك يبقى معاك حد أنت مسؤول منه وما أنتش قادر على المسئولية ده فلما بقى فيه أولاد كتير ما بيبقاش فيه الموضوع ده بقى صعب قوي حتى أن أنت تعيشهم من العيشة العادية يعني إيه جودة الحياة؟ الحاجات اللي بتأهلك أن أنت تعيش حياة أحلى يعني مثلاً سحيتك، تعاليمك، بيتك أنا معي ست بنات بقاسي هم أتجوزوا بس بقاسي لأن هم كلهم برضو ما تعلموش تعليم متواصل سنوية عامة ومعرفش إيه ما فيش ألبنت واحدة اللي فلتت وخدت جامعة زين الفجر السكاني بيأثر على جودة الحياة؟ عشان كل ما السكان هتزيد كل ما أنت بتضغط على الخدمات بتضغط على التعليم بتضغط على كل إحنا بقنا مية وخمسة مليون وشوية تحب تقول إيه للطفل رقم مية وخمسة مليون؟ ممكن أقوله يعني إن شاء الله بإذن الله أنا متفعلة خيراً إن الأيام الجاية هتبقى أحسن لأن حصل حاجات كتير حلوة أو في بلدنا